ألقت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية رانيا المشاط كلمة أمام مجلس المحافظين بمقر البنك بالعاصمة الإنجليزية لندن وذلك بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة من 2022-2027 في إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإلمائي وخلال كلمتها طلبت الوزيرات المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة تداعية الأزمة الروسية الأوكرانية على الدول الناشئة وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الأثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغباء